منطقة اللوكوس واحدة من مناطق الانتاج الفلاحي التي تستأثر بحوالي 80% من انتاج الفواكه الحمراء الصغيرة انتاج يوجه معظمه إلى الأسواق الخارجية ويشغل يدا عاملة مهمة غادة مؤهلة في المجال روبرتاج حسن طبعي ومحمد توانينة الموقع الجغرافي لحوض اللوكوس وظروف المناخية المنائمة ووفرة الموارد المائية واليد العاملة المؤهلة وتقنية الانتاج المعتمدة عوامل ساهمت بشكل كبير في تطوير سلسلة الفواكه الحمراء والتي وصل انتاجها الموسم الفلاحي الفارت إلى 170 الفطون يتم انتاج لها في واحد داخل بويوس بلاستيكية وهو واحد تقنية جدا مشطورة واللي كيخليها انها تعتبر من الزراعات ذات القيمة المضافة عالية جدا وحيث انه احنا يتميز بانه يدخلوا من أصناف مبكرة ممكن ندخل الأسواق الخارجية بصفة مبكرة بذلك كنتمو منافسة الأسواق الدول الأخرى اللي كنتنتج هاد الفواكه الحمراء هاد ضيعة دينا كتعتمد على تقنية الري بالتنقاط اللي كيخولينا نقتصدو على الماء ويكون عندنا مرضودية أحسن وهذا النوع اللي عندي ديلتوت العليق اسميته ماجيستيك وكنتمنوا أن هذا العام تكون فيه المرضودية أحسن من سنوات الفارطة الاستغلاليات الفلاحية تراهن على تنوع الانتاج وترشيد المياه والتقيود بالإجراءات الوقائية لمحاربة فيروس كورونا المستجد نحاول ما أمكن ركزه على الطريقة الاحترازية أول حاجة نديره التعقيم في الصباح ثاني حاجة نديره واحد الفورماس يشكجغ يوميا على الخدامة ماشي على الجنة وإنما على الوقاية باش نحاول ما أمكن إفتطو هذه المشكلة وهو المشكلة عاوسة عندنا في بلدنا منطقة اللوكوس تتوفر اليوم على عديد وحدات التلفيف والتجميد للحفاظ على جودة المنتوج بما مكن المصدرين من بلوغ أسواق مختلفة عبر العالم وللحديث أكثر عن سلسلة الفواكه الحمراء بمنطقة اللوكوس ينضم إلينا مباشرة من إقليم العرائش السيد محجوب الحرش المدير الجهوي للفلاحة لجهة طنجة تتوان الحسيمة أهلا بك سيدي شكراً للصدافة إذن سيد الحرش في البداية كيف هي وضعية سلسلة الفواكه الحمراء الصغيرة بحوض اللوكوس وشنه هي القيمة المضافة للقطاع فيما يخص تنمية الإنتاج الفلاحي وانعكساته الاجتماعية حوض اللوكوس هو منطقة دي الفواكه الحمراء بامتياز نظر العوامل اللي جاء في الروبورتاج نضيف لها القرب من الأسواق الخارجية والمستوى التقني العالي دي المهنيين الإضافة أيضاً للدعم اللي كتقدمه الدولة وتشجيع السمارات في إطار صندوق المياه في الاحية لكن على مستوى حوض اللوكوس 5000 هكتار كتوزع الفريز الفرنبواز والميرتي هال 5000 هكتار كتتمثل 60% من المساحة الإجمالية على المستوى الوطني ولكن كتتمثل أيضاً 80% من الإنتاج رقم المعاملات دي هات السنة بلغ 3.7 مليار دي الدرهم كما أنها السيسيلة اللي هي منظمة كتوفر ما بجموعه 6.5 مليون دي الأيام العمل في السنة طيب السيسيلة لحرش في نظركم شنو هي الأفاق المستقبلية للقطاع على مستوى تنويع الأسواق الخارجية ودعم المزيد من الاستثمارات الفلاحية بالمنطقة هي السيسيلة دي الفاوكه الحمراء فهي السيسيلة هي جد واعدة كما قلت نظرت الظروف التي ذكرتها ما ننسوش لأن هذه السيسيلة منظمة في إطار فيدراليا بمهنية للفاوكه الحمراء هو شارك أساس من أجل تطوير هذه السيسيلة على مستوى حوض اللوكوس وأيضاً على المستوى الوطني كتواجد عندنا 24 وحدة ديال التوضيب والجميد ديال المنتوج إذن هذه وحدة ديال التثمين بسيعة ديال 136 ألف طن سنوياً وغنعملوه إن شاء الله مع الشركة ديالنا باش هذه السيعة تطلع الـ 118 ألف طن في أفق 2030 في إطار استراتيجية الجديدة اللي قدمها السيد الوزير أمام أندر صاحب الجلالة ديالجيل الأخضر كل هذا باش نرفعه من التثمين ديال المنتوج وغد تكون عندنا واحد المنصة ديال إحداث الوحدات في إطار القطب الفلاحي اللي غد يكون على مستوى إقليم على مستوى اللوكوس أيضاً هذا هو اللي غد نشتغل عليه أيضاً ما ننسوش على أنه الوحدات وإلا ضيعة خداو احترازات باش ما يكونش تفشي ديال كورونا وكما قلت غد نشتغله أيضاً باش نوسعه من المجال ديال الصادرات ونولجو أسواق جديدة لنا اليوم عنا أربعين سوق اللي كان صدروا لها المنتوج ديال فوقي الحمراء إذن الشيغل كله غد يكون باش تكون لفيدليزاسيون ديال الأسواق اللي عندنا ونرفعه من القيمة ديال التصدير وأيضاً نولجو أسواق جديدة إن شاء الله من أجل تحسين تموقع ديال المغرب فيما يخص الفوقي الحمراء مع المنافسين دياله شكراً لك السيد محجوب لحرش المدير الجهوي للفلحة لجهة طنجة طوان الحسيمة شكراً لك على كل هذه التوضيحات كنت معنا مباشرةً من إقليم العرائش شكراً لك